بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من منطلق أهمية رفع مستوى سلامة الغذاء وضمان الجودة والاستخدام الأمثل للموارد يأتي تنظيم مؤتمر سلامة وجودة الغذاء لهذا العام ضمن فعاليات أسبوع سلامة الغذاء وذلك لتبادل المعارف والخبرات والتجارب العملية والعلمية المختلفة على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا بين الخبراء والمختصين في مقالات الغذاء وسلامته يشهد العالم ثورة كبيرة ومتطورة في مختلف المقالات المرتبطة بالأغذية نتيقة للتقنيات الحديثة الداخلة في الصناعات الغذائية والذي بدوره يؤثر على سلامة وقودة الغذاء حيث التزايد المضطرد في أعداد سكان العالم له الأثر الكبير في تطوير عمليات تاق وتصنيع الغذاء لتلبية الاحتياجات الكبيرة منه والأدوار الذي يقوم بها الذكاء الاصطناعي في سلامة وقودة الغذاء والابتكارات المتعددة في هذا المجال عاملا مهما يجب التركيز عليه مع همية وجود إطار قانوني ونطاق عمل للصناعات الغذائية المتطورة وإيجاد ظروف تشريعية على مستوى الدول والذي من شأنه أن يضمن سلامة الغذاء في السلسلة الغذائية هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع والذي يحتاج إلى تعزيز نظام سلامة الغذاء واستخدام طرق جديدة تضمن سلامة وجودة الغذاء خلال سلسلة إمداد الغذاء من التخزين إلى اللوجستيات والذي من شأنه أن يحقق استدامة المنتجات الغذائية في أي ظروف يمر بها العالم الحضور الكرام يأتي حرص هذه الوزارة وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد بيئة مناسبة للتطوير وتعزيز منظومة سلامة وجودة الغذاء في السلطنة كواجب وطني ودعامة أساسية في مختلف الجوانب القانونية والمؤسسية والعلمية والبحثية والتي من شأنها تعزيز مقومات حماية الصحة العامة والمحافظة على سلامة المستهلك وتسخير الإمكانيات المختلفة اللازمة من أجل مجتمع صحي واعي بقضايا سلامة الغذاء كما أن يقامت هذا المؤتمر يفتح آفاق أوسع على الصعيدين الدولي والإقليمي لمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال إضافة إلى جانب وضع المواصفات القياسية واعتماد المعايير الدولية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء والاطلاع بأنشطة الرقابة والتفتيش على الأغذية والمياه في مختلف مراحل وأماكن تداولها والذي يحقق الهدف من إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء وهو تفعيل مساهمة السلطنة إقليميا ودوليا في الجهود الرامية كما أن إقامة هذا المؤتمر يفتح آفاق أوسع على الصعيدين الدولي والإقليمي لمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال إضافة إلى جانب وضع المواصفات القياسية واعتماد المعايير الدولية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء والاطلاع بأنشطة الرقابة والتفتيش على الأغذية والمياه في مختلف مراحل وأماكن تداولها والذي يحقق الهدف من إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء وهو تفعيل مساهمة السلطنة إقليميا ودوليا في الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة ومشاركتها فيها الفعاليات والأنشطة المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء كما يلعب القطاع الخاص دورا هاما في المساهمة في هذه المنظومة من خلال تفعيل نظم سلامة الغذاء والمشاركة في الأعمال التحليلية المختلفة للمنتقات الغذائية من خلال المختبرات الخاصة المعتمدة لدى هذه الوزارة الحضور الكرام يهدف المؤتمر هذا العام إلى تسليط الضوء على التجارب المختلفة في السلطنة ودول العالم في الصناعات والتجارب والأنظمة المتعلقة بالغذاء ومناقشتها إيمانا بأهميتها في تعزيز الصناعات المحلية والرقابة على المنتجات لتحقيق السلامة والمأمونية والكفاءة للغذاء كما سيستعرض المؤتمر بعض التجارب والصعوبات التي تواجه هذا القطاع في ظل جائحة كوفيد-19 وفي الختام يطيب لأن أتوجه بوافر الشكر والتقدير للمشاركين والداعمين لدعمهم الفعال وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنقاح هذا المؤتمر كما أشكر جميع اللجان على جهودهم والعمل بروح الفريق الواحد سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة هذا الوطن العزيز